السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقم فارس من خلف المايك في هذه الحلقة كنت أريد عمل تحدي 30 يوم من العمل على فايفر ولكنني لم أستطيع أن أتمم العمل خلال 30 يوم بسبب مرضي بالإضافة إلى الظروف اجتماعية خاصة مررت بها ما جعلني أعمل حقا حقا يوم واحد على فايفر حيث قمت بوضع كل هذه الجيكس قلت ماذا لو أعود إلى الصفر وليس لدي أي مصدر دخل وقد كنت أعمل وأنا نائم تماما بطاولة خاصة بسبب المرض الذي أعاني منه في العمود الفقاري طبعا قمت بجلب الأعمال التي قمت بعملتها قلت لماذا لا أضعوها في مجموعة من الجيكس على فايفر وأرى النتيجة خاصة أن كان لدي حساب قديم على فايفر بعد ذلك أغلق وأعد فتح حساب آخر بإستخدام معلومات بنكية أخرى ولكن إذا وقفت عن العمل عليه كما ترى يمكنك أن ترى أن الحساب من 2017 ولكنه لم يكن فيه أي ضنشاط ولم تكن فيه أي جيك كل هذه هي الجيكس قمت بإضافتها في يوم واحد باستثناء هذه هي الجيكس هذه هذه كل هذه بعد ذلك تستطيع أن ترى لماذا أقول لك أني لم أركز على العمل على فايفر طوال الشهر كانت الخطة أن أعمل طوال شهر كامل على فايفر ولكني لم أستطع أن أعمل بكل بساطة لأني إنما أريد أن أعمل حقا على فايفر وأركز عليه كل يوم آتي إلى هنا وأرى كم شخص أمر على الجيكة الخاصة بي هل هناك كليكس في حالة إذا كان هناك أشخاص يشاهدون حقا الجيكة الخاصة بي ولكنهم لا يضغطون بالتالي أستطيع أن أقوم بعمل سلوك أقوم بتغيير الصور التي تشد الاندباه أكثر أو شيء من هذا القبيل إذا كانت مثلا الخدمة مثل هذه الخدمة لا تجلب الترافيق معناها أن هناك أو ليس هناك مهتمين في هذه النتش حقا بالأعمال وبالتالي أقوم بحذف هذه الجيك وأقوم بإضافة جيك جديدة ولكني لم أقوم بهذه الخطوات إطلاقا وإنما عزمت على العمل في اليوم الأول بعد ذلك لم أعمل إطلاقا وإنما قمت بالتطبيق وإنجاز الأوردرات التي أتتني بعد ذلك اليوم فقط مثلا برغم أني أكون مشغول أو لدي الظرف خاص أصهر إلى غاية الليل تماما وأقوم بتنفيذ العمل الذي أتاني فقط كنت فقط أجرب إذا كنت متحمسين لهذه سلسلة ربما نقوم بمشاركة حلقة تانية هذه هي الأوردرات التي أتتني يا أصدقاء هي معروضة أمامكم يمكنك أن تشاهدها كما أني سوف أشارك معكم كل من هذه الأعمار للا هذه هي الحلقة مثلا هذا لجزار هذا لماتشا شيء أخضر أو شيء من هذا القبيل هذا لجزار ونفس العميل عاد إلي مرة أخرى لتصميم شعار مطعن يمكنك أن تجمع الأرقام التي حققتها خلال هذه الفترة 35 و 15 و 50 و 60 و 75 بالكامل دعني أشارك معكم على بيهانس الخدمة أو الشعارات هذا هو أول عمل تلقيته في فيفر خلال هذه المدة يمكنك أن تشاهدها حسابي بالكامل على بيهانس من وصف هذا الفيديو قمت بتقديم للعميل أكثر من بروبوزل مثلا بهذا الشكل دمج لرأس الخروف والسكين الجوهرة والسكين خاصة أنه المحل اسمه هو الجوهرة هذه معناه مثلا هذه بي وهذه بي عندما تكون السكينة للأعلى ترمز للبي عندما تكون للأسفل بي مثلا هذه دمج كل من فكرة الجوهرة والبزة الرسمية والسكينة لتنتج معي هذا العمل فيها النهاية مثلا هذه كل من السكين واللوحة التي يتم تقطيع عليها اللحم ودجاج أو فخذ الدجاج لكن العميل استقر على هذا الخيار واختار هذا اللوغو هذا هو العمل الأول بعد ذلك تصدح أن ترى العمل الثاني أعتقد هذا قمنا بدمج كل من كوب الشاي أو أيقونة كوب الشاي وهذه هي الفرشات أو الأداة لتحريك الماتشا لأقوم بالحصول على هذه النتيجة في البداية لم يكن هناك تواصل جيد بيني وبين كل من أو صاحب هذا الطلب لم يوصل للفكرة بشكل جيد لم أعرف ما هي الماتشا بعد ذلك قمت بإعادة مراجعة الطلب مرة أخرى ما جعل العميل راضي جدا ويمنحني خمس نجوم هذه نقطة أيضا جدا مهمة إذا كنت تريد أن يبقى دوما العميل راضي عنك وعندما تأتيها أعمال مستقبلية تكون أول شخص يتبدر إلى دهنه ويقوم بقصده دوما ضحي وقدم للعميل ما يريده يمكنك أن ترى الدمج مثلا الكوب والشاب وأخلص بهذه النتيجة هنا فكرة أخرى مثلا كل من هذه وهذه قدمتها لها تلات بروبوزل تخيل معي تلات اقتراحات ولم يكن هناك تواصل جيد لهذا ركز على التواصل الجيد بينك وبين العميل قبل أن تبدأ وتشرع في تنفيذ العمل بشكل فعلي يا صديقي بعد ذلك أعتقد هذا هو ثالث طلب خلال هذه المدة أيضا محل جزار قمت بدمج كل من حرف الـ F ورأس البقرة كما ترى هنا يا صديقي هنا وهذه هي أيقونة النقانق هنا في الأسفل لترى النتيجة في النهاية صراحة قدمت له بروبوزل واحد لأني كنت مضغوط جدا في هذا اليوم وأنا لا أقوم بعمل هذا في العادة تطلب مني الشعار لأني حقا حقا لا أعتبر نفسي أعمل وإنما أمارس في شغافي فبالتالي إذا طلبت لوجو أكيد أني سوف أمنحك أكثر من بروبوزل فأنا أقوم بالاستمتاح حقا عندما أقوم بالعمل بعد ذلك أيضا قمت بتنفيذ للعميلة الذي طلب مني شعار اللوغو الخاص بيالجزار مرة أخرى عاد إلي وطلب مطعم وهذا المطعم باسم عباد الشمس كما ترون فيها الأعلى وبالتالي قمت بدمج كل من فكرة الشمس أو عباد الشمس استعملت أدوات المطعم وهنا حقا حقا لا أقصد هذه تلك الأدات التي يخطى بها الطعام ولكني لم أعرف كيف تكتب في جوجل ولم أستطيع أن أجد لها صورة هي في ذهني حقا ولكني لا أستطيع أن أعرف ما هي قمت بوضع صورة تقريبا تشير لما أريد أن أشير إليها حقا هذه هي الشعارات التي قمت بتنفيذها خلال هذه المدة نفت أيضا مجموعة من الشعارات وهو فرح هذا أيضا هذا أيضا أعتقد كل من هذه الشعارات في هذه الفترة أو في فترة المرض ولكن هذه هي الشعارات ليس على منصة فايفر وإنما في خارج منصة فايفر هل هذا سوف توقف عند هذا الحد؟ أتمنى تكون هذه هي الحلقة مفيدة لكم شكرا لحسن الإصاء والمتابعة حتى نلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم